أهلا بحضراتكم من جديد معايا النهاردة واحد يعني من الأراء المهمة جدا دكتور عطية السيد أستاذ كرة القدم في جمعة حلوان دايما أراءه يعني مهمة ودايما بستشيره في الأمور الفنية والأمور الخاصة في كرة القدم وكمان أيضا محاضر يعني في الاتحاد الأفريقي كنا دايما بنتعلم على إيده وهو النهاردة مشرفني ومنورني هنأشوف قضية مهمة قضية القيد في البداية تحياتي لك يا دكتور عطية أهلا بي كابتن أسامة وشكرا لقناة النادي الأهلي على الدعوة الكريمة ودايما حرك بتلمس الموضوعات الشائكة والمهمة وبتلقى الدوق دايما كإعلامي مستنير وده عهدنا دايما بقناة النادي الأهلي لبتلقى الدوق دايما على الحاجات اللي هي بتبقى مصاري اهتمام الناس الدكتور عطية السيد رئيسك تعالي ناشين في نادي مصر مظبوط كده؟ ده مظبوط طيب ندخل في الموضوع على طول بدون مقدمات حقيقة كنت موجود معنا واسمعت الأراء المختلفة وإحنا هنا عتدنا دايما نجيب الرأي والرأي الآخر طبع رأي حضرتك في موضوع القيد بالنسبة للموسم الجديد أولا هو موضوع شائك هتناوله من كذا شكل أولا لو أنت جيت بسيط على موضوع القيد من الناحية العالمية المفروض أن القيد في الناشئين عامي زي الهرم بالضبط كل ما بتنزل لتحت كل ما القاعدة بتتسع وكل ما بتقع للفوق كل ما السن بيكبر كل ما القاعدة بتدي طيب ده الداء العالم كله ليه؟ لأن مأيار الصلاحية بيكون بان كل ما بتنزل لتحت القاعدة بتوسع جدا لأن مراحل التعلم لازم يكون في صبر على التغيرات والفئات السنية وما يا صحيبها من التغيرات فبالتالي محتاج يكون صبر محتاج توسع القاعدة شوية محتاج ما تحطش الولاد تحت ضغوط لان فيه فترة تعليمية بعد كده بيخش فترة مسابقات فكل دي بتحتم عليك انك يكون عندك قاعدة كبيرة وبالتالي كان من المفترض ان تستمر عملية توسيع القاعدة الى اكبر مدى ممكن طيب النقطة اللي انا عندي تحفظ عليها النهاردة القرار ده اذا كان بيتاخد تحت دعوة ان عشان الاندية ما تحتكرش احنا بقانا 100 سنة شغالين بهذا الشكل انت جيت في السنة اللي كان المفروض ما تاخدش فيها القرار دوت لاعتبارات كتيرة جدا اعتبارات صحية انت عندنا فيروس كورونا كوفيد 19 بقانا اكتر من سبعة شهور قاعدين في البيت النهاردة لما تيجي بعد سبعة شهور والناس ما بيتمارس رياضة وانت قافل الجيم وقافل كل حاجة واخد اجراءات احترازية كبيرة جدا جاي بتقلل الاعداد يعني بتزود من المشكلة الاساسية اللي انت كنت بتعاني منها ده رقم واحد رقم اتنين انت اللعيبة اللي في السن الصغير احنا شفنا مبارح نادي الرجاء 8 لعيبة اصيبوا بكورونا شفنا فرجاني ساسي شفنا الوداية شفنا فرق كبيرة جدا عندها من الامكانيات اللوجستية وعندها من الوعي ومن الامكانيات الاحترافية اللي تقدر تعود اللعيبة ازاي في سن صغير هتقدر تسيطر او تقدر تعود اللعبين اللي النهاردة المدارس فتحت وعرضتهم للاصابة بفيروس كورونا ولا عزو بالله كبيرة جدا فانت كنت محتاج انك تاخد السنة دي كفترة انتقالية عشان تعدي وتعيد تقييم الاشياء انا اسمعت الكابتن شاط طرحية قال كلام متزن جدا لما قال ان حتى لو عايزين نعمل نظام جديد لابد ان يكون في فترة انتقالية مش هتلاقي فترة انتقالية افضل من الفترة دي او مناسب لها الفترة دي نظرا للوباء اللي موجود العالمي اللي الدولة المصرية ملهاش اي يد فيه ده وباء عالمي على كل الناس فاعتقد ان لم يجانبهم السواب خالص اللي خدوا القرار ده من حيث التوقيت ممكن يكون من حيث المضمون منطقي جدا ولكن انا كان ليه تحفز على عمرين بالذات تسعة وتسعين اه تسعة وتسعين والفين واحد النهاردة في زل الاجراءات اللي بتحصل واني فيه اندية كبيرة جدا في الفريق الاول بتعتمد ان يبقى عندها يعني النادي الاهلي ما يقفلش ما يقدرش في القايمة تسعة وتسعين نهاردة كابتن عامل انور خالص مقدار تسعة وتسعين بالذات دي السكن تيم او الفريق اللي تحت الفريق الاول على الاقل عندي مركزين او تلاتة او مكانين او تلاتة لازم اسابه من الفريق الاول لعيب اجنابي صغير تحت السن اقدر اسجله فيه في نص الموسم فالنهاردة انت متاح لي كام اتنين وعشرين لعب اتنين وعشرين لعب لقدر الله فاي نادي لو تلات اربع لعيبة كان لهم كورونا فيروس حاجة تانية حاجة تانية النهاردة تسعة وتسعين يعني الولد مرشح يلعب فريق اول ودلوقتي خلاص بقى فيه موجود لعبة كتير بتلعب في فريق الاول فالنهاردة انا مقايده في الناشئين بيلعب مع الفريق ده وده الشي اللي احنا عايزينه لكن النهاردة ممكن مدير الفني في الشباب يروح قايمة مباراة مش مكمل مش مكمل طب كان بيعتمد عليه كلنا كنا بنيعتمد انا كنت بيعتمد السنة الفاتح انه عندي تسعة وتسعين خمسة وعشرين وعندي تسين واحد تلاتين لعب انت النهاردة في الفين واحد كمان خليتاله خمسة وعشرين فبقت المشكلة انت مش لقى حتة تاخد منها لو جت تاخد من الفين وتلاتة عشان تلعبه في الفين وتسع وتسعين انت هتؤثر على مسبقة الفين وتلاتة وبعدين الفريق حوالي هيبقى ثلاث سنين او اربع سنين كبير جدا فاعتقد اني انا بعترض على القرار من حيث التوقيت نظرا للظروف العالمية اللي بتمر بيها كرة القدم في العالم والظروف الصحية اللي بتمر بيها الحاجة التانية الحاجة التانية بدون قطع كلامة الدكتوراتية فالنهاردة لو خمسة وعشرين انت بتجبرني ان انا ادخل مسابقة الفين اللي هي منطقة والنهاردة احمل انا نفسي اعباء مادية كنادي ان انا اعمل تسعة وتسعين واعمل الفين الحاجة التانية المهمة يا كابتن تسعين في المية من الاندية لغت المسابقات الزوجية نتيجة النهاردة اني فيه تعظيم لمسابقات وتقليل من قيمة مسابقات تانية النهاردة بعد المنتخب اللي كان مسكوا كابتن عمر أنور بمجرد فشل المنتخب في الصعود مع كابتن عمر أنور طبعا كابتن عمر أنور مدرب مختار ومدرب هايل وعيني هو جابوه قبلها باربع طوش شهر وقالو له اعمل منتخب فما كانش فيه تخطيط لهذا المنتخب لما المنتخب ده فشل في الصعود اتلغت مسابقة الفين تسعين في المية من الاندية لغت مسابقة الفين خالص كل اللعيبة بتاعت الفين اندمجت في موليد تسع وتسعين والباقي تصرب النهاردة بعد عظيم المسابقات الفردية بعد تسع وتسعين الفين وواحد الفين وثلاثة الفين وستة جمهورية كل المسابقات الزوجية تم دمجها فانت النهاردة بتوسع قاعدة ولا بتقلل قاعدة الجزء التاني اللعيبة اللي بتمشي بتقول عشان اللعيبة عندها ما تحتكرش النهاردة أنا لسه شايف التقرير بتاع النادي الأهلي مسابق دور اسمه دوت معسكرات رعاية كل الكلام ده كان بيتوفر لو بيتوفر لاربعين لاعب غير لما يتوفر لاربعين لاعب انت لاربعين لاعب بعد فترة نادي الأهلي فترة من الفترات كانت اللعيبة بتاعته بتاخذوا كل أندية مصر نادي الزمالك كان نفس الحكاية نادي الإسماعيلي كان نفس الحكاية ده كله ايه ان القاعدة بتتحط في ظروف ما بتتوفرش الأغلب الأندية النهاردة انت لما تقلل هذه الظروف النهاردة الناشئ اللي بيخرج من الأهلي أو من الزمالك أو من أمبيا أو من المقاولين دي أندية خضعة عندها إمكانيات موجستية طبعا فالنهاردة ده بيبقى إعداد لأندية تانية لما بتقلل دوت حتى على أندية القمة أو الأندية اللي عندها قدرات آه أنت بتفتح مجال لأندية تانية بس ما عندهاش القدرات ولا الدعم لهذا الكلام ده النهاردة في وقت من الوقات احنا بنلغي من غير ما بناخد من غير ما بنسمع هل من المنطقة يا كابتن نسامة خدوا رأي حد ما خدوش رأي حد يعني الكلام اللي احنا بنقوله إن ما فيه ورشة ورشة عمل ما بين الاتحاد الكرة واللجنة الخماسية وما بين كل رؤساك تعطيني شين في مصر وأعمل اجتماع موسع نهاردة وأسمع الأراءة كلها على تربيزة ونطلع بنقاط مهمة كابتن نسامة الأمور الطبيعية ربنا خلقنا بو ادنين بو واحد عشان نسمع أكتر من نتكلم من المهم جدا إن مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الفنية وكل المسؤولين عن إدارة الكرة القدم يسمعوا للناس ما تاخدش بس اسمع الناس ربما الناس يطلع منها صوت عاقل أو يقولك على مشاكل أنت مش مدركها أو مش حاطت إيدك عليها هل من المنطقي إن تنتهي المسابقات من غير ما يتم دعوة الناس مديرين قطعات الانش عندك إمام محمدين وعندك كابتن علاء نبيل وكابتن شطا وكابتن فتح مابروك وكابتن كل المدير كتير مش عايد ذا أسكر أنا بسكر على سبيل المثال لا ألحظ لما تدعوهم إلى مؤتمر أو إلى ورشة عمل في اتحاد الكرة لمدة ثلاثة أيام يمناقشة شكل المسابقات شكل القيد إيه المشاكل الأكبر أبرز المشاكل إنت عندك فيه بعض المحافظات فيه أربع فرق يعني الواجه كابتن فتح جميل في محافظة طبعا كارس بص هو بيكلف بقى لعب دي بلعب النهاردة قدام خمس ست فرق طبعا المسبب بالنسبالي في سنة باستعد عشان تخلص في شهر وشهر النهاردة اللي ما بيلعبش بطولة الجمهورية ما بيلعبش مسابقات نشئين فالنهاردة لما أنا أجي كنادي مصر بلعب السنة اللي فاتت في بطولة الجمهورية المركز الرابع في تسعة تسعين أعايز أخذك بقى لنادي مصر انت عاك رئيس قطاع النشئين السنة اللي فاتت في نادي مصر والسنة اللي موجود السنة اللي فاتت عملت طفرة وعملت قطاع النشئين كبير ونتاج مبهرة السنة اللي هنلعب به بتتعاقب علشان الفريق الأول نزل القسم الثاني أولا هم طلعوا قرار من حوالي أربع خمس شهور القرار ده كنت أنا اعترد يعني ناديت بيه من حوالي سنتين كنت بلعب بطولة القطاعات وخدت المركز الأول على نادي نجوم المستقبل بفريق 14 بونت فجئت إن المفروض يلعب جمهورية كسبت بطل القطاعات قالك لا انت الفريق الأول بتاعك ما سعدش للدور الممتاز فالله هيسعد الممتاز نجوم المستقبل خلاص فقلت الكابتن صلاح عليه لو كابتن صلاح لو سمحت لا تزر وزرة وزراء أخرى القطاعات النشئين لا ترتبط بالفريق الأول القطاعات النشئين مبهرة كويسة مش شرط عشان الفريق الأول بتاعها ما سعدش للدور الممتاز لما جينا السنة اللي فاتت سعدنا للدور الممتاز الدوري ماكملش هل الدوري ماكملش ده زنبي أنا أنا اللغية الدوري وأنا السنة اللي فاتت مع كامل الاحترام والتقدير كلها كائنات كبيرة أنا كسبان الزمال وكسبان الأهل وكسبان السموح وكسبان المصر وكسبان الاتحاد وكسبان الجونة مركز رابع بإمكانيات لا تقارن بكل الكائنات والأندية العظيمة اللي احنا بنستفاد وبنتشرف ان احنا نتنافس معها قدمنا حوالي عشر لعيبة للفريق الأول عندنا النساء متعدين مع كابتال ربيع بفريق 2001 عاملين ماتش وكل الناس أشادت بله هل من الطبيعي ان انت توئد مجهود مدربين ومجهود رئيس قطاع ومجهود نادي تقب في انه يعمل يساعد في نتفرة للكرة المصرية انه يقدم مجموعة من الشباب الوعادين ان بعد ما يلعبوا يلعبوا جمهورية ان السنة دي تقولك لأ هنعتبر السنة اللي فاتت كأنها لم تكن بأي منطق انت حتى ما ناقشتنيش كل اللي التواصل اللي حصل ان ادعاتلي جواب يقولي شوف حدد الملعب واللون اللي انت هتلعب به هل ده شكل التواصل اللي مفروض يحصل ولا التواصل ان المفروض نقض بنناقش أفكار وبعدين مش عايزين نحط لوائح مصمطة جمدة غبية اللي بيدفع تمنها ولاد وشباب ومدربين في رعان شبابهم ومواهب ممكن تتوئد انا فيه لعيبة كتير جدا بتقولي كابتل لو هنلعب السنة الجهة جمهورية مش عايزة أكمل احنا تعبنا عشان نبقى في الجمهورية احنا بنتعاقب عليهم هل من الاولى يا دكتور عطية النهاردة وانت بتلعب بطولة الجمهورية وهي البطولة الأقوى وعايز توسع القاعدة في طولة الجمهورية بدل ما تلعب دوري من مجموعة واحدة كان من الاولى تلعب دوري من مجموعتين وتوزعها حسب المنطقة الجغرافية بحيث يبقى اللعيب بيلعب النهاردة من برايات قوية وتوسع القاعدة وتقلل المسافات وتقلل الانفاق اللوجست اللي انت طبعا هاي دي نقطة وكالفيها ايه ليه احنا فيه تلات فرق تلين تطلعهم خليهم 22 نادي ولعب مجموعة 11 ومجموعة 11 وخليهم توزيع جغرافي خلي الاهلي في مجموعة والزمالك في مجموعة والمصر في مجموعة والاسمالي في مجموعة وتوسع القاعدة يعني اللي عايز اقولولك لو كان فيه ميتنج وفيه اجتماع وفيه نقاش وفيه حوار وفيه لغة حوار مع المسؤولين في الاتحاد الإدارة الفنية أو الاتحاد قبل ما يطلعوا القرارات دي باعي بقولك لا ابعث لي اعتراض هي القصة في الاعتراض ولا قصة ان فيه مناخ قدر انه يحتوي ويسمع الناس ويسمع الاخ طب الرأي اللي بيقول النهاردة القرار ده في مصلحة الاندية بسبب عدم الاحتكار بوس اللي بيقول كده كان اول الناس اللي كان لما كان مسؤول ما كان عايز ايد 700-800 لعب فانا ضد هذا الكلام انا بتكلم دلوقتي من منطلق ان النهاردة انا مش معه ان كنت تفتح القايم اوي يعني كان فيه قوائم في البرائم ناس ما ايدها 90 لعب انا ضد هذا الكلام بس لما تيجي تعملها مش من مفتوحة خالص ل 35 واحد ده صعب جدا لكن لما تخليها مثلا 40-50 واحد انت بتوسع قاعدة وتقول ان الكلام ده هيتم بعد حوالي سنة او اتنين ادي دايما مرحلة انتقالية عشان الناس تقدر تعمل توائم الامور بالنسبة لها افتح القاعدة بدل ويقول انت ليك في كل فريق 30 لعب بس ليك ألف وبه وجيم الاندية والمناطق اللي عندها فرقة واحدة يعني هل لك انت تتخيل ان منطقة السويس رئيس قطاع الناشئين ببتروجيت لما كنت بلعب في منطقة السويس كان المدرب اللي انا بختاره يمسك فرقة المنطقة كان بيحس ان انا بعاقبه غير المدرب اللي بلعب جمهورية لانه لما بلعب في منطقة السويس بلعب مع أسمنت السويس النوبة نادي جاسكو 5-6 فرق الدوري بيخلص في شهر 12 شهر 12 دوري يخلص قاعد تخيل انت بتوعى تستعد من شهر 7 لشهر مفيش دوافع الملاعب طب انت النهاردة ما تعمل لكل نادي ألف وبه وجيم ايه المشكلة أولا هتفتح مجال وقفاق كبيرة جدا لمدربين هتوسع قعدة الممارسة هتخلف كل فريق اه انت عايز منطقة البراعم ومرحلة البراعم دي مرحلة لعب طب ما تخليها ألف وبه وجيم ايه المشكلة يعني النادي الاهلي كابتو شطر ساموا بقول عنده 200 لعب المتين لعب ده يعرف ايه ما صرهم ما صرهم ان النادي الاهلي انت بتخلق له أجواء انه يتحايل على قانون وروح ياخد فرقة تانية اكس من الانديها الصغيرة جدا يدفع لها 15-20 ألف جنيه في اسم الفرقة عشان يتحايل واللعيبة بتبقى بتلعب بالاهلي مثلا باسم منشية ناصر باسم مثلا مش عارف ايه نادي المرج باسم اي انا بقول اي اسم عشان يشارك تحت غطاء هل ده صح ان احنا نفتح طرق ملتوية عشان الناس تلتف حواليها النهاردة انا من مصلحة الكرة المصرية توسيئ القعدة النادي زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين ونادي الانديها دي كلها الانديها اللي في الدور الممتاز اديها فرصة ان يبقى عندها ألف وبيه وجيه الانديها اللي في الدور الممتاز بيه يبقى عندها ألف وبيه الانديها اللي في الدرجة التالية يبقى عندها فرقة واحدة بس أو فرقتين لو عنده إمكانيات ده كله يساعد على توزيع القعدة بدل من أنت تجيبني تيجي مثلا النادي عنده أربعين خمسين لها بتقوله تلاتين واحد إيه اللي حيحسن حيمشي عشرين هل الأندية كلها هتقدر تستوعب العشرين هل الإمكانيات اللي أنا موجودة في النادي الأهلي لما أروح نادي تاني هل هطلع أقدر أطلع عمل معسكر هل هجيني مدرب مؤهل بهذا الشكل هل أقدر يكتب وأنا معاك في كلامك يا دكتور عطية وبضم صوت صوتك ودائما يع يعني أراك مهمة جدا وهنكمل حادثنا في موضوع القيد لكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد دكتور عضية عايز أسحك في موعد القيد موعد القيد الصيفية بداية الموسم هتكون عشرة عشرة لاربعة حداشر دي قايمة احداشر لخمستاشر دي قايمة الإضافية التسجيل في القيد الشيتو هيبقى من خمستاشر اتنين لخمستاشر ثالثة أولا أبس أنا عندي تحفز عايزي أقوله بسريع كده إيه الحكمة من إلغاء القيد في الأول في الأسبوع الأول من كل الشهر بالنسبة لمسابقات الناشئين أنا كنت سامع طبعا الأخ الفاضل العزيز الكابتن علاء نبيل وطبعا مدارب كبير بس أنا عايز أسأل الكابتن علاء نبيل قال إيه إيه المشكلة لما لعب يقعد شهرين مسابقات الناشئين كلها كابتن علاء ممكن تتلخص في بعض المناطق ويقعد ثلاثة شهر لما يقعد منهم شهرين يعني الموسم بالنسبة له خلص ده رقم واحد رقم اتنين رمضان خمستاشر اربعة فاللعيبة اللي هتوعد يعني اللي هيعديها خمستاشر حداشر شهرين خمستاشر حداشر حضرتك أنا عايز أقول إن فيه أندية كتيرة جدا عندها شيء من البورقراطية شوية ما تقدرش تسلم لعب ولا تدي له بدل من تقارب ولا بدل تجزية ولا ملابس ولا أي حاجة إلا ما يكون مسجل يعني معنى كده إن اللاعب دوت في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها هيقعد يجيلك شهرين بيتكبد وبيزود الحمل على مشاكل الأسرة المصرية إيه اللعب اللي هيحصل في مسابقات الناشئين وخاصة إن دي حاجة كانت قائمة وملا لهاش علاقة خلاص بالفريق الأول إنك في الأسبوع الأول عشان ما يحصلش تسرب مهم جدا الناشئين يا كابتن أنا أسامة والبراعم دي قضية أمن قومي لو النظام كان نظام اللوائح اللي بتتعامل اللوائح دي ما عندهاش قدر من الاحتواء هيحصل تسرب بشكل كبير جدا لكل الناشئين دولة الولاد دولة في سن ما عندهمش من الحكمة وعندهم الأسر بتاعتهم متعارف في المستوى الاقتصادي عندنا لأغلب الأسر دي إلا بقى اللي قادر اللي بيروح الإخوة اللي عاملين استثماري اللي هيكون ضمار على الكرة المصرية يعني أنت شايف حراك إن النهاردة القيد الأول من الأسبوع من الأول كل شهر ده الأفضل ده مناسب جدا للناشئين والبراعم لكن في الكبار خلاص يعني أنت النهاردة صلاحية اللعيف في السن الكبير أنت النهاردة اللعيف في البراعم تقييمه عملية صعبة جدا من أخطر ما يمكن عملية تقييم اللعبين في المراعم أولا ممكن يكون فيها أحكام متسرعة فيه التغيرات اللي بتحصل في الفئات العمرية والتغيرات الفيسيولوجية والجسمانية اللي بتحصل في اللاعب فممكن اللاعب السنة دي يديك مستوى السنة جاية يديك مستوى الشهر الأولان يديك مستوى عبلا ما يتواقم مع الفريق ويخدش ويندمك يديك مستوى تاني ممكن خلاص تقتنع به بس يبقى قدامك شهرين فييجي المدرب اللي خلاص بقى ده فاضل ما تشوف الدور هقيده على إيه يبقى راحت سنة من على الله طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن موضوع القيد وعن اللاعبين دائما بنخفى الجانب مهم جدا هو تطوير المدربين إزاي نكون الاتحاد المصري أو المدربين تحت ما ظلت الاتحاد المصري كنت قدم إزاي نستغل تطوير المدربين النهاردة تطوير المدرب من تطوير اللاعب أكيد فقد الشيء النهاردة لعب المستقبل المدرب المبدع يساوي لعب المستقبل طبعا كل ما قدرت تطور المدرب كل ما كان ده إنقاس على تطور اللاعب النهاردة فيه مفهوم بس خاطئ عايزة صحاحه عند بعض المدربين المدربين اللي متخيلة إن فيه جهة معنية بتطويرهم يبقى ده مفهوم خاطئ ما فيش حد معني إنه يطورك أنت اللي معني يطور نفسك ده رقم واحد فعملية التطوير هي عملية فردية في المقام الأول طيب نخلي إيه بقى؟ نخلي يبقى عندنا فيه توجه من الاتحاد يقوم بدوره ما يبقاش الدور فقط قائم على منح الرخص إليه الإيه وإيه 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 سيه ومازم يكون فيه ندوات وفيه ورش عمل يعني النهاردة إن أنت تستدعي خبراء من بره يدوك أحدث ما تم التطوير إليه وده ما ينفعش يكون بشكل إجباري في رخصة وتحط معوقات كبيرة جدا إن يبقى مثلا فيه فترات من الزمن أنت النهاردة أي حد عايز تطور المفروض يكون فيه نظام دائم لهذا التطوير وعشان كده هنا من الأشبال يعني بنخاطب الدكتور محمود سعد واتحاد الكرة إن دايما يبقى فيه ورش عمل كل شهرين وكل ثلاثة للمدربين النهاردة اجتمع بالمدربين برؤيسات قطاعات الناشئين علشان نقدر نطور المنظومة دي زي ما بنقول تطوير الناشئ من تطوير المدرب والمدرب هو الأساس وزي ما كابتن الدكتور عطي يقول فقد الشيء لا يعطيه الحقيقة بس هم بيعملوا بس الموضوع محتاج يبقى أكتر للنظام عندنا أكتر من خمسين ألف مدرب فانت النهاردة النظام ده لازم يحتوي كل الفئات ديت ويساعد إن العملية تبقى فيها شيء من التطور يواجه التطورات اللي بتحصل برا عندنا التكنولوجيا اللي بتستخدم دلوقتي في التدريب النظام مثلا الكاتابولت سيستيم والبولار سيستيم الأنظمة الجديدة في الإعداد البدن الأنظمة الجديدة في التغذية الأنظمة الجديدة في التدريب كل ده لازم ندرب ومطلع عليه ما ينفعش يبقى كل الوحدات أو الدورات المناهج اللي فيها متشبه احنا محتاجين نستدع خبراء من بره ونعمل ورش عمل على أعلى مستوى للمدربين كرة القدم لن ينصلح لها إلا بتطور المدرب رقم واحد تطوير المسابقات رقم اثنين الاهتمام بقطاعات الناشئين الأندية اللي بصة فوق على القطاعات الفرق الأول لو ما بصتش على القطاعات هتلغي المستقبل هو ده المخزر بتاعك الدعم الأساسي القرى للناشئين القرى للقادم من النهاردة لو ما توقع تبص على منتخب اللي موجود مع كابتن ربيع سين ده المستقبل لما تشوف المنتخب اللي مع كابتن شوي غريب هو ده المستقبل ومنتخب 2003 ومنتخب 2005 ومنتخب 2007 لو ما حصلش إحنا الفجوة اللي حصلتنا من 2010 لغاية الفترة الأخيرة ده بسبب أن كل منتخبات الناشئين كان فيها مجملات كل منتخبات الناشئين كان بيتمت توازنات في تعيين المدربين كان بيبقى فيها مجملات اللي ليه أعضوا في اتحاد الكرة كانت عمليات الاختيار ما كانش فيه تخطيط عشان كده ما حصلش تواصل لجيل كابتن حسن شحات جيل بتاع عماد ميت أبو محمد شوقي حسني عبد الرب والأجيال العظيمة ديت ما حصلش تواصل في حسن كده حصلتنا من فجوة ده بسبب إيه؟ عايز أخذك برضو النقطة مهمة جدا برضو من النقطة اللي بتطلع المواهب الملاعب عندنا هل الملاعب صالحة برضو في مصر مش أقول في كل لندية النهاردة للاكتشاف المواهب أن اللعيب يلعب على أرض مستوية تحمي من الإصابات أننا بنشوف ممكن ملاعب كتير لعيب لقدر رجل وإصابة في عمر أو سن بدري بيبطل كور حقيقة أنت حرك بتلمس نقطة مهمة جدا منظومة كرة القدم وصناعة كرة القدم مدرب مجلس إدارة دعم اللوجيستي دعم اللوجيستي ده إيه؟ أكل شرب ملاعب ملابس مسابقات منتظمة كل دي دور أولياء أمور توعية الأولياء أمور مسابقات مسؤولين نظام يفرز العملية بشكل صح في تطوير دائم للمدرب في تطوير دائم لولياء الأمر النهاردة في دورات بتتعامل لأولياء الأمور في مراحل البراعم دولياء الأمور كرسة في دور أولياء الأمور في مراحلة البراعم غالبا بيبقى دور يعني أكتر بيمثل الدور السلبي أكتر من الدور الإيجابي إلا ما نظر إلا أولياء الأمور اللي بتبقى مستوعبة دورها الحقيقة وإنها بتكمل ولياء الأمر يا كابتن أسامة بيمرن بطريقة غير مباشرة إذا كان ولياء الأمر إذا كان المدرب بيمرن ساعة ونص أو ساعتين فولياء الأمر بيمرن 22 ساعة بيمرن نوم وبيمرن أتيتيوت سلوكيات بيمرن تعليم بيمرن مبادئ بيمرن قيم بيمرن كل دي يعني النهاردة مهم التواصل المدرب مع ولياء الأمر طبعا التدريب في مرحلة البراعم ولياء الأمر بيمثل أو الأسرة بتمثل 50% والمدير الفني بيمثل 50% طبعا المدير الفني بقى مع الأكل والشرب واللبس والملعب وكل كل كلام ده من دمن العناصر المؤثرة الملعب النهاردة لما أنت في مرحلة الناشئين في مرحلة البراعم أنت مراحل تعليمية يعني برضو قدي من الإشكالية الكبرى أنا لسه بارح بتكلم على حتة أنه لازم نهتم بمهارة المراوغة لأن المراوغة اللي ممكن تديك لائب إضافة تزود لك لائب إضافة فإن الناس مجالس الأدرات اللي بتقيم مدرب البراعم بالنتيجة ده هيبقى عواقب وخيمة على الكرة المصرية لابد أن نشوف المدرب المؤثر القدر على التعليم القدر على التأثير القدر على التطوير القدر على التحسين هو ده اللي قيمه حتى لو ما خدش البطولة دي واحد النهاردة لازم الملاعب تكون على القدر اللي يتناسب مع الأهداف الموضوعة أنا بس في حتة البطولة دي يعني لاسف بشوف لقطاته أنا بتفرج على مهرجنات البراع كارثية أو لا أمور بتعيّة أو لا أمور بتشتير مدرب ومدرب 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 يعنف ولد عنده 79 و 10 سنين وبيضرب على فرصة ضياها وبيجي اللعيب مسنن عشان يكسب بطولة أنا برضو لو أنا هديت المدرب دوت وقدرت أستوعب أن المدرب ده رب الأسرة وهيمشي لو اتغلب لأن لو في مجلس إدارة قال له أنه فيه آلية للتقييم غير آلية النتائج في هذه المرحلة السنية مش هيلجأ للعيب المسنن ولا اللعيب المزور ولا هيكون عنيف بالشكل ده ولا هيكون التدريب بالنسبة له عمل ضغط فيه مدرب عصب جدا مكشر جدا في التدريب بيتعامل بعصبية لا تتناسب تماما مع سن الولد يستمتع تجربة سعيدة أن الولد عايز يمشي من اللي ته راجع مبسوط مش راجع معاية ومكهور والولي الأمر عمل يعنيفه طول السكة وعمل يزعق له إذن إحنا بنخلق موقف ضغط من أهم نشاط إنساني بيحبوا اللعب وبيجيوا ويعملوا بمحد إراغته ده مهم جدا أخيرا دكتور علشان وقتنا عايزة ألمس سريعا في قضية مهمة جدا التزوير والتسنين إزاي نقضي على التزوير والتسنين مشكلة بقالها سنيا عشان إحنا بنتعامل مع الموضوع وبنحط ده في وجه رئيس القطاع أولا لازم نفرق بين التسنين والتزوير التسنين مشكلة إجرائية التزوير مشكلة جنائية يعني المزور ده لازم يتسجن لكن أنا النهاردة المشكلة دي لازم يواجهها اتحاد كرة القدم تواجهها وزارة الدخلية تواجهها وزارة التعليم تواجهها وزارة الصحة يواجهها أولياء الأمور تواجهها المناطق يواجهها الأندية لكن لو إحنا صدرناها في وش كابتن إمام محمدين أو وش الدكتور عطية او وش كابتن علاق نبيل او وش كابتن شطة يبقى احنا النهاردة فنختزل النهاردة هو الورق اللي بيجي لك انا بيه لعيبة بيجيب لك ورق مظبوط مية في المية وبقول له لا مش عايزك برضو لان انا عارف شكل الولد وجسمه وناضج وكل الكلام ده و لكن معا ورق سليم طب احنا لازم نعالج مشكلة التسنين دي مشكلة كارسية كمشكلة ادارية دي اللي حيعاجه لك وزارة الداخلية السجل المدني لو وعاجه لك وزارة الصحة النهاردة لازم يكون في لجانف النية في الاتحاد التزوير دي مشكلة جنائية يعني يعني عارف انت زورت ايه زورت امدتي يحطي انت ماضي مكاني دي مشكلة جنائية ده لازم لما يكون في حالة واثنين يتم التعامل معهم بمنتهى الشدة ومنتهى قصوة كل واحد من امن العقاب اساء الادب لما احنا نتعامل مولك عائل صغير اصدفقير اصدفق مش عارف ايه انت بتتكلم في قضية التزوير في قضية اغتيال مواهب اخرى وبتقدى على مواهب اخرى دكتور عاطية ممكن نكرر تجربة محمد صلاح وتريزيجية تاني في قطاعات الناشئين اولا انا عندي تحفز كبير جدا على تجربة محمد صلاح ان هي تجربة مخطط اليها هي تجربة وفقه نتيجة اجتهادات تريزيجية ومحمد صلاح صدفهم بعض الجوانب الايجابية زي وجود المهندس شريف حبيب واحد فكر خارج الصندوق ما بصش على العائد القريب بص على العائد البعيد قدر يقنع مجلس الادارة ان مش لازم نطلب مبلغ كبير جدا فقتحلي دي اذا هنا تصرف فردي من حد بيفكر خارج الصندوق زي المهندس شريف حبيب الحقيقة تصرف شخصية محمد صلاح شخصية تريزيجية شخصية النيني اذا احنا محتاجين المدربين في البرامج بتاعتهم مهم جدا وانت بتطور الجوانب الفنية والجوانب البدنية والجوانب التكتيكية لازم تطور الجوانب الشخصية لابد ان يكون في حد في النادي مسؤول عن هذا انا مش بتعامل مع كوباية انا مش بتعامل مع حاجة مع جماد انا بتعامل مع بنا ادم النهاردة عندنا مواهب كبيرة جدا في الكرة المصرية وربما كانت تتفوق في المهارة والكفاءة عن نجوم كتيرة جدا لما خدت تجارب الاحتراف رجعت مش بسبب قلة الجوة ده قلة الجودة الفنية كانت قلة جودة الشخصية اما ان افتقاد للغة اما ما فيش الانضباط اما ان عايز كل شوية ينزل اما ما قدرش يتعامل مع الاجواء ومع الميديا الكبيرة جدا وده كله بايه بسبب ان احنا في اعدادنا لللاعب احنا ايريك تنهاك مدير فاني لنادي اياكس لما خسر في الدور قبل النهائي من نادي توتنهام تاني يوم عمل مؤتمر صحف قال سنة استمر في البناء احنا فكرتنا في الناشئين ان احنا بممرن ودي فكرة خاطئة لابد ان يكون فكرة قائمة على البناء مش التدريب لان انت بتبني اللاعب بدنيا ومهريا وخططيا ونفسيا وعقليا لو انت اغفال تجانب من الجوانب دي انت بتطلع منتج مشوه وشفنا تجارب كتير والنادي الاهلي عانى ونادي الزمالك عانى واندية كتير جدا عانت من كفاءات كبيرة جدا لم يتم احتواءها وكانت مصدر لتصدير القلق للنادي ومصدر لإهدار مواعب عشان ما كانش بيتم التقنين التعامل معها من السن الصوحي شرفتنا وانتصالها دكتور عطيه ربنا خليك تلوسام سهي محبور استمتعت بالحوار معاك والحوار معاك محتاج حلقات كتير ربنا خليك وبشكرك وبشكر قناة النادي الاهلي على الدعوة الكريمة في النهاية بشكر ضيف اللي كان مشرفنا النهار النهاردة دكتور عطية السيد احنا في حلقتنا النهاردة في أول قضيانة استعرضنا الرأي والرأي الآخر ولكن دايما دكتور عطية السيد لآراء مهمة بتحتاج حلقات كتير كده وصلنا نهاية حلقتنا ان شاء الله مباراة الاهلي في مباراة العودة أمام الوداد المغربي هتكون يوم الجمعة يوم 23 كل الدعوات وكل الأمنيات ان شاء الله للنادي الاهلي بالتوفيق وكل لاعب في لعب النادي الاهلي يتذكر إننا الاهلي